بالشركات أنت بتدخل والمشكلة بتصير بأنك أنت ما بتحسب الوقت فبتتأني كم سنة معك خبرة بقول لك أنا عشر سنين قاعد على نفس الكرسي عشر سنين أنت معك سنة مضروبة في عشرة والوقت بيمشي بسرعة بتصفي أنت متجوز وجايب أولاد والمسؤوليات كلها بتزيد بتصفي أنت ما بتقدر تطلع من هاي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست بارشوت سكستين وزي ما بتعرفوا بكل حلقة بيكون معنا ضيف هذا الضيف ممكن يكون رائد أعمال ممكن يكون أم عظيمة من مكانها ممكن شخص أخذ قرارات جريئة وفكرة منها أنه نسمع قصة هذا الإنسان والحلو كمان أنه نشوف القرارات الحلوة الأخذة بالحياة والحلو بهذا البودكاست أنه ضيفنا بكل حلقة رح يشارك إيش بقدر يقدم للمستمعين تبعونا بحب أقولكم أن البودكاست تاني وجود على 19 منصة خاصة بالبودكاست بالأردن بعالم عربي وموجود على 6 منصات على مواقع التواصل الاجتماعي ضيفنا اليوم هو شخص أول ما قبلته صحبني في ابتسامة تاعته ولفت انتباهي بطريقة تعامله مع أصحابه اللي بزروه بالمشاريع اللي فتحها هو شخص طاقته جميلة وصادقة وإنسان بحب اللي بيعمله كان بوظيفة موضوعه كويس بشركات أي واحد فيه نعم سماحة بتمنى يكون جزء منها وأخذ قرار ينطها النطة ويفتح مشروع ممكن برأي الناس أنه تركت الحياة فتحت مطعم لكن الموضوع هو أكبر بكتير من مجرد مطعم أو قصة عادية ضيفنا اليوم هو صديقي العزيز اللي بفتخر بأخوته كتير عمر بستوني أهلاً وسهلاً عمر شرف إلي شرف إلي شكراً كتير شكراً كتير على البداية شكراً كتير على الاستضافة الرهيبة وعلى الأشي اللي عم تعملهه جداً جداً مميز وجداً جداً ممتاز خليناً بلش يعني عمر قبل مدة سمعت عن محل هذا المحل اللي بيع فول زاكي صحيح فقالوا لي لازم تروح عليه اسمه أيوبي فوالله يعني رحت محل أيوبي وللقيت شخص جميل أول مرة مرحباً يعطيك العافية أهلاً وسهلاً صحيح إيش اسمك اسمه عمر شو اسمك إنت اسمك السان ما بعرف شو صار بهالنص ساعة ساعة زمن حسيت إن هذا الشخص أنا بعرفه من سنين وحسيت بيحب وصدق وصورت أحكي له هذا محل صاحبي ما كذبت أبساً عمر شو القصة؟ القصة اللي احنا فيها اليوم لا لا قصة أيوبي إيش قصة أيوبي؟ قصة أيوبي هي قصة صراحة شوي أطول من أي قصة تانية وغير مربوطة غسان في حجم المحل أو في إيش إحنا عم نعمل هلا هي القصة ابتدت من يوم ما أنا أجيت على بلدي الأردن بحكم بحكم أني أنا كنت عايش طول حياتي برا أولدت وعشت في الإمارات بتحديداً في أبوظبي اللي صار مع عمري 16 سنة بعدين اضطريت أني أترك الإمارات وأجي على الأردن بظروف كانت جداً جداً صعبة فأططريت أني أترك الأهل المعارف الأصدقاء الأرايب كل حد فأنت كانت حياتك كل هناك؟ كل حياتي كانت في الإمارات وصار عندي ظرف في الإقامة جداً صعب أني أنا لازم أترك وكان عمري شوي صغير أني أخذ قرارات واجيت هون على آخر سنة في المدرسة اللي هي التوجيهي ومن هون بلشت الإحكاية إذا نحكي قبل يوم ما كان عمري من الصفر إلى 16 حياتي كانت هي عبارة عن أي شخص عايش في الخليج حياة روتينية بحثة أهداف يمكن مش كتير موجودة فأنا بلش عمري من 16 سنة من الظرف الصعب اللي أنا مريت فيه ومن هون بلشت للحكاية لأهلا أنا صاني تقريباً 13 سنة في الأردن بعدها صار عندي انتماء ولاء كتير للأردن أنه أنا بدي أضل في الأردن لأنه بشوف فيها فرص هل من أنت كنت في مكان حياته فرص جيدة كتير؟ نعم نعم بس شعور البلد لحاله يكفي الغربة شوي صعبة وخصوصاً الأردن فيها فرص للناس اللي مفكرة لأنه الشاطرين عم بطلعوا البلد شوي عم بتخسر الناس المتميزة في هاي البلد ومن هون بلشت الحكاية أنا بعديها جيت هون على التوجيهي آخر سنة في الجامعة راح تنجح ما راح تنجح مش راح تعمل انت لحالك كيف عايش من هون بلشت وخلصت من التوجيه بلش تصير عندي شوية أهداف ايش بدي أدرس ايش بدي أعمل في المستقبل ايش كانت وقتها متذكر؟ نعم بعديها بس كل حدا حكالي انه انت ما راح تنجح لانك انت جاي من الخليج ومنهاجكم جداً بسيط بالنسبة للأردن بعد ما نجحت قررت انه لا بدي أروح هندسة وبيدي أروح أحسن جامعة في الأردن درست في جامعة علوم والتيكلونوجيا هندسة صناعية حلو الحمد لله اني درست ايش بحب بهاي الفترة وبلشت حياتي من هون خلصت من الجامعة وبلشت في حياتي العملية برضو قررت اني أكون في الأردن وأستقر في الأردن حلو حتى ما لنهاية ما بنعرف ما بنعرف الزمن حينما شير بالرحلة بعدها دخلت في عالم اللي هو الكوربورت انه انت مهندس بتكون شوي ماخد ملأ في حالك انه انا راح افوت اكسر الدنيا بعدها بتتفاجأ انه مش هذا الاشي اللي انا فعلا بحس انه عن بعضي بدي اصحى كل يوم بكير عشانه بس اللي خلانا نكمل اكتر اشتغلت في تخصصي لمدة تقريبا سبع سنين وكنت موجود بواحدة من اهم الشركات نعم في فترة بأراميكس بعدين كنت بالحكمة فكنت بواحدة من الكوربورت العظمية أراميكس شركة عالمية معروفة كتير شرف إلنا انها أردنية طبعا وأدوية الحكمة كمان شركة عالمية وشرف انها أردنية كمان وشرف انها أردنية كمان وشرف إلي اني أنا التحق بهدول الشركتين أول تقريبا أكمن سنة في حياتي بالعكس هم اللي علموني إيش لازم إيش أنا هلأ وإيش لازم أكون في المستقبل لكن موضوع الوقت هو أهم إشي كان الدافع اللي هو لازم توقف هلأ وين المشكلة يا غسان المشكلة إنه بالشركات أنت بتدخل والمشكلة بتصير ب أنك أنت ما بتحسب الوقت فبتسألني كم سنة معك خبرة أقول لك أنا عشر سنين قاعد على نفس الكرسي عشر سنين أنت معك سنة مضروبة في عشرة والوقت بمشي بسرعة بتصفي أنت متجوز وجايب أولاد والمسؤوليات كلها بتزيد بتصفي أنت ما بتقدر تطلع من هاي فالشغلة شوي ذكية أنا اللي كنت بتطلع عليها أنه أنت بتقدر تعمل إيش أنت رح تصير بعد عشر سنين بس تسأل زملائك اللي هم الثلاثين شخص جنبك فأنا بعدها وصلت لقناعة شخصية 100% أنه أنا أكثر من أكمن سنة ما بيزبط أضل هون لأن المسؤوليات بتزيد وبصفي أنت عالة بشغلة مش قادرة تطلع منها بس على فكرة من كلامك عمر عم بفهم أنه أنت كنت تتساءل كتير خلال رحلتك صح؟ من يوم ما صار عملي 16 سنة لليوم كل يوم صبح ظهر عاصر ليل وأنا بتساءل صراحة فأنت حكيت أنه أنت عم بتشوف أو كنت تشوف وين ممكن توصل من خلال أصدقائك وزملائك العمل اللي 20-30 حدا حوليك صحيح فإنه دليل أنه كان فيه إشي دائماً بدي يحقق تريجر لقدام فيه تريجر وفيه درايف تريجر ودرايف وحلمي كان أني أعمل يعني كل الاحترام للشركات اللي أنا كنت فيها لكن في الرضا الذاتي اللي هو أعمل لو دكان صغير تكون تابعة إلي وأبلش هم الصفر حلو لها الدرجة بين كوربرت نعم فكرت دكاني نعم حلو ما هو دكاني بصير دكانتين بصير ثلاثة بصير أربعة وغير هيك أنت بس تكون في كوربرت خبرتك بتكون محصورة في في قسم واحد فقط وهذا من أهم الأشياء اللي لازم تتاخد في عين الاعتبار أنه أنت بتكون في شركة في قسم واحد فبس تعمل هاي دكان الصغيرة بتصير أنت المحاسب بتصير أنت المفكر الكرياتيب وبتصير أنت بدك تعرف كيف تبيع وبتصير بدك تعمل كل إشي في هاي الدكان فبتبلشها صغيرة شوي شوي خصوصا إذا عرفت توصل لقلوب الناس أو تعرف كيف هاي الدكانة ما تكون دكانة تكون جزء بكل بيت فعلا وهذا هو هذا اللي هذا اللي عم بيصير عفك هذا اللي عم بيصير يعني أنا سميت في كتير أصدقاء معناه بعد ما تعرف واحد بعد ما يصير صديق فأنا بتصير اسمعوا شوه أيوبي احكموا أيوبي شوفوا أيوبي يعني داعم داعم رئيسي فأنا عمر كتير في ناس بيسمعنا بتكيلك أنه أوكي أنا بدأ أسمع القرار واللحظة يعني إيش اللحظة وإيش القرار وبتخيل أنت أكيد قراراتك كانت فيها نوع من عقلانية وممكن تكون فيها نوع من بنظرك بنظر ناس مش عقلانية يعني في بعض القرارات بأي تجربة لازم تنط بس اللي جاي مش واضح إيش بتخيل بالنسبة لي لتجربتي الشخصية واحدة من الشركات اللي أنا كنت فيها عملت فيها تغيير جذري بطريقة معينة وكان لها كان لها واضح يعني انذكرت بالسكسس في الستوريز اللي بتصير كل سنة والشركة كبيرة فجبت فيها تقريبا سيفت ربع مليون للشركة بالطريقة اللي أنا اتبعتها الجديدة وبعديها يعني زي ما حكولي أنه يعطيك العافية وكذا ما حسيت أنه أنه أنا بقدر أكمل بهذا الإشي بدي أنا عشان أنتج بدي موتف بدي شي شجعني كل يوم أنه أنا بدي أصحى روحات المهل بعدها أنا قررت أنه لو بدي أطلع وفعلا أنا طلعت بجود ترمز يعني بعلاقة طيبة جدا من الشركات كلها وهذا مطلوب دائما صراحة أطلعت دخلت بالخير وطلعت بالخير زي ما بحكوك وهذا كان دافع أنه لازم الخطوة أخذها لازم أخذ هذه الخطوة وأخذتها ضمن المجهول أنا بحب أسافر كتير 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 بحب أسافر أخذتها وطلعت سافر تقريبا شهر بسافر لحالي بصير أفكر بإيش أخذت القرار أخذت القرار تركت المكان تركت المكان كان هذا سبب الأسباب أنه أنت حسيت أنه أنت بدائرة مغلقة أنا بدائرة مغلقة هذا لا يعني أنه فيه تقسير من الشركة تجاهي هذا يعني أنه أنت هدفك وين أنت هدفك حتى بس يصير فيه رد فعل مثلا من الشركة لإلك هل هذا هدفك ولا هدفك يكون إشي كتير أكبر من هيك هدفك من جميع النواحي مش شرط من ناحية مادية من ناحية مادية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية نفسية أنك أنت تكون فعلا مرتاح وبعد هاي بعد ما أخذت هاي الخطوة سافرت كتير وأخذت تقريبا سنتين أو سنتين ونص صعبين ما أختاري الإشي الصح لأنه ما في مخبى عليك هذا بخودكاست من القلبي إلى القلبي فما عندي كتير فرص ما عندي اثنين مليون قاعد أجرب بخمسين مشروع لا حتى المشروع اللي أنا هلأ فاتح مطعمين بفكرتين غير تقليدي غير تقليديات يعني في الأردن هم بداية أنا حتى الاستثمار ما كان معاي يعني أنا بس فتش بالفكرة وبلشت تطبيقها وبلشت بالأجرات وبلشت بكل إشي أنا لا أملك الاستثمار ولكن أملك الشغف لا أتحقيق هذا الإشي ونظرة المستقبل لأنه هذا الإشي رح يكون إشي مميز ورح يدخل لقلوب الناس ومن هون أنا أخدت النية وأخدت القرار مع أنه كل حدا وقف ضدي أهلي وقفوا ضدي حتى الأصدقاء الناس اللي موجودين معاي في الشركة أنه أنت إليك مستقبل بهاي الشركة وردي كنت يعني لامع بالشركة كمان نعم وضعي بالشركة كان الحمد لله الإشي معي كان كويس وكان فيه ممكن يكون إلي مستقبل وكل حدا بيلومني أنه رح يكون إليك مستقبل إذا بضع في هذه الشركة هي المشكلة فوش في الشركة المشكلة فيه أنا مشكلة أنا عندي شغلة بدي أحققها في المستقبل وهذا اللي صار معاي اتجاهي للإشي اللي أنا مشيت فيه هو أكتر من أنه كترة السفر وهذه الشغلات هي اللي خلتني فأنت حسيت أنه نوعا ما السفر كان له دور كتير من أكبر من أكبر الأدوار اللي كان له دور في تغيير الشخصيتي وأنا إيش هلأ في الوقت الحالي السفر لحالي هو هذا من أكتر الأشياء عشان بس سافر لحالك رح تتعرض لمواقف كتير صعبة رح تضطر إنك تكون اجتماعي في طريقة غير عادية طبعا السفر هو اللي خلاني أشوف إيش الإشي اللي أنت بتقدر تنقله من مكان لمكان ويكون إشي جد ناجح وهذا هو الإشي اللي أنا عملته في الأردن الفكرتين جدا بسيطات إذا أنت بتطلع عليهم عن جد بسيطات واحدة منهم منتشرة كثير في السعودية وإلها محبين بطريقة غير عادية اللي هو أيوفي فولو تميز حبيب ألبا طبعا اليوم بعد نخلص تصوير للكل بس ما تصور بعدها لأنه الوضع الشطب رح يكون والإشي الثاني اللي هو فكرة برضو بسيطة هو هندي مطور بتشاباتي وشايكرك هاي منتشرة كثير في الخليج وخصوصا المكان اللي أنا ربيت وتربيت فيه وبحس إنه عندي تواصل مع الراس الخليجي خلينا نحكي فهم هاي من الأشياء اللي أنت أولدت وعشت فيها طول حياتك ليش تضيعها بتقدر أنت تستغلها حتى في البزنس بس إنه أنت اتعاملت مع هاي الثقافة اتعاملت مع هدول الناس تعرف ايش بيحبوا بتعرف ايش ما بيحبوا ومن هون بلشنا تقدرت وصف لي لحظة القرار في لحظات خوف يعني لحظات خوف أو بلحظات الخوف مين بتذكر شخص وممكن ما يكون فيه ولا شخص بيضوين حسيت وبيقول لك امشي يعني عمر امشي يعني الصراحة ولا حدا ولا حدا ولا حدا كان معي حتى آرب الناس إلي يعني أخواني إحنا خمس شباب الله يخليكم نبغل الله يخليك يا رب حتى أخواني ضد الإشي بس عندهم إيماني كبير بعمر صراحة عشان ما أنكر دورهم بالعكس دورهم كان جدا رائع لأنه أنا بس جيت لهن يجي طروف جدا صعبة والنتيجة كانت الحمد لله حسنة جدا حمد لله حتى عملت شغل وأنا بفترة الجامعة كمان عملت فيه شغل كتير كتير كان كويس أبدعت فيه وما عملت يعني تقريبا بالعشر سنين بالتلات عشر سنة اللي أنا كنت فيهم هون كان كل الدعم من أهلي لأنه أنا بس إجيت إجيت شخص آخر شخص جديد أنا عمري صفري كان ست عشر سنة وطالع ففضل أهلي علي من ناحية إيمانهم فيي هذا كان من جوة عارف إنه أهلي مآمنين فيي لكن قرار حتى مثلا قرار بس تيجي تحكي أنت بالآخر بس أخدت القرار أنه أنا بدي أمشي بهذه الأفكار أنه أنت كنتي فين وصرت فين أعرف أنت كنت تروحي ببدلة على شركة عالمية على كذا حتى الناس بس تحكيلهم أنا في هذه الشركة كل حدا واو وهذه الشركة كتير كويسة وكذا هلا أبدأ كثير معلم الجرّة مهندس الجرّة قلت لهم أنا مهندس الجرّة رح أكون كتير مبسوط لكن هون في درس اتعلمتوا أنا كشخص بخبرة البسيطة بالإشي اللي عم يصير معي هلا أنه سيمبليسيتي إز بيوتي الإشي البسيط ممكن تعمل منه أشياء عن جد رهيبة أنا بقدم بواحد من الأفكار فول وخبز بطريقة مطورة بس تاندرد كويس وبالضبط بس أقول لك شغالي سفيه إشي بقدر أقوله عن عيوبي وكل براند عندك صراحة إنه في حب مطلق بشيء صراحة يعني أنا مثلا لما عطيتني أغراض رحت على أهلي وترونهم اسمعوا هادي من عمر ماما مين عمر وتروني عمر عمر بس توني أو عن جد وقلت لها إنه رسالتك وسطت وأقول لك شغلة لما أجي عندك بعرف أنا أخوك وحبيبك بس بسألني عن كيف الوالد كيف الوالد يعني بشعر بشيء مختلف صحيح وبشعر إنه هذا الإشي موجودك ومش موجودك يعني حتى لما أجعل المحلات وإنت مش موجود بشعر نفس الإشي من التين وهذا إشي يعني هلو كتير يعني عمر هذا صدقا شرف إلي هو الأكل ثقافي وأداة تواصل غسان طريقة أنا ما كنت هيك أنا هذا الإشي عم بشوفه من بحب أكون ريادي أعمال شفت فكرة أنا ألهم من مكان لمكان أطبقها في طريقة صحيحة بنوع من أنك أنت بتعرف الشارع الأردني لازم تغير تغيرات بسيطة إنها تكون عن جد ممتاز للشارع الأردني وهو وسيلة التواصل رائعة ما في أحلم أن وسيلة التواصل عن طريق الأكل بس أنا ما قد أني تشرفت وقابلت حشتك مثلا إنه فعلا نقدر نوصل هايشي عن جد تحبه يعني عن جد تحبه دولك شغلة بدك تعرف إنه كل حدا بلفت انتباهه الشخص المجتهد يعني شكرا 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 وأنا بشعور إنه الناس ملفت انتباه هذا الشيء لما أخد قرار تفتح المحل تفتح المحل الحب أسميه نعم أنا بتذكر بال 11 سنة كان عملت محل قريب من محلك لكنه محل كان عجنات أشياء أشياء بتذكر لما فتحت الباب أول يوم أدما رجيت يعني ركبي رجوع بعض أدما رجيت حكيت لناس مش عادر أحكي مع الناس أحكوا أنت وكانت بتذكر إن حدا هاي اللحظة أنا بأش هذيك اللحظة هذيك الخوفة بعشقها عمل أني خسرت وصرت قصة طويل عريضة بس هذيك اللحظة بعشقها إنه عشت تجربة حقيقية فصار إشي قريب من هيك 100% هو هذا أنا صار معي إشي مضاعف من الإشي اللي أنت بتحكي عنه للأسف أنا فتحت الأفكار بعد الجائحة كورونا وهاي كانت من أصعب الأشياء لأنه أنا عندي التنين مبنيين على كل شي من بره يعني الخبرات من بره الأدوات من بره كل إشي أنا بجيبه من بره من 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 أين تزد لهذه المحلات عشان عن جد يكون زي ما بيحكوا الإنجليزي فوحدة من المشاكل اللي أنا كتير واجهتها اللي هو أدخلت بس شخصين لكل محل بعديها المفروض كمان أجيب كمان ستة والبلد كلها سكرت سكرنا كمان ثلاثة أربع شهور أنا قبل ما أوصل للمرحلة اللي أنت بتحكيها كنت كل ما آجي بدي أفتح يصير شغلات تتحجل فوصلت لمرحلة ما بدي أقول لك بس أنه هل هذا اليوم رح ييجي أو ما رح ييجي مع موضوع كورونا تأخرنا تقريبا ثلاثة شهر بعدها صرت متخوف أنه يكون عندي فريقي كبير وهذه الشغلات بعدها قلنا أنا موسم رمضان موسم جدا جدا عظيم وبلشت في رمضان بلشت في رمضان قلنا خليلا نبلش في المحل الصغير الأسهل والأمور طيبة وأنا وشبين بجنة أنه يمنية قلنا ما نبلش إحنا الثلاث مش مش مداربين على السيستم نعرفش ولا إشي طلعنا أول صار عباب المحل في الحمد لله رب العالمين يمكن 30-40 شخص وهي كان تجربة جميلة بس صعبة جدا في نفس الوقت إنه هدول كيفنا نخدمهم بدنا عشر أشخاص وبدنا الخبرة وبدنا كل إشي وأنا مش بالمطاعم بالآخر أنا بصراحة أنا بحب التجارب فأنا وأنت عم تحكي أنا حس حالي وقف عباب المحل وعم بيجوا الناس يعني رفت شعور جميل أكيد الناس كانت لما تيجي بتعطيك رسالة صحيح في رسالة ناس ما بتنساها بتحسها هيك موتف بحركك يعني صراحة صراحة هذا هو اللي خطر عبالي هلأ مش مش حابب يكون أي إشي غير اللي بيجي عبالي أطلعه فعلا في عندي هلأ شغلتين الشغل الأولى اللي هو هلأ بتذكر كل إشي كل إشي كنت أنا أخطط له هلأ عم بصير حقيقة هاي الأعدة حقيقة صارت حقيقة هذا إشي أكتر من رائع بالنسبة لي الشغل الأساسية اللي هو بس أشوف حدا من التوك مانجمنت من أحد الشركات اللي أنا كنت أداوم فيها مش واحد صار عندي تقريبا أربع خمس ست أشخاص بيجوا بسيارة 200 كتير X X X X فبيجوا بصفوا بنزلوا لعندي وبعطوني جملة زي إنه الخطوة اللي أنت أخذتها أنا حابب أخذها فبس تطلع تشوف قديش فرق السرعات كان من ناحية موقع داري موقع خياد بتطلع عليك هلأ عم بصير يحكي عنك للناس إنه هذا X بهاي الشركة وشوف هلأ هو نوصل هاي من أحد الأشياء اللي فعلا أنا جدا مبسوط والشغلة الثانية قديش قديش عم بفتح لي مجال أتعرف على ناس رائعين شرواك حبيبي شكرا والشغلة الثانية صراحة دعم المحلي اللي عم ناخده هذا عشان ما أنسى قبل ما أنسى إني أذكره غير عادي يعني صدقا صدقا من يوم ما فتحنا باب المحل ما بتصدق قديش عم بيجينا دعم من الناس لدعم المحلي إنه هاي الفكرة عن جد تستحق إنها تدعم هذا إشي مستحيل إنه نقدر ننسى أو نشيل فضل والصراحة أنا بالنياب عن عمر بحكي أي حدا بالأردن أنا عاز ما عند عمر والله وأي حدا بزور الأردن يعني بتمنى يزور محل عمر وبحب لما تقرم إذا رحته هناك يعني راح تدوقه يعني أنا خلال النهار بحصة يعني يعني طعب الفون خلص خلص تخلص يعني خلص حبيب لو قلتل لك تعطيني من ثلاث دروس ثلاث أربع دروس بحياتك أو أشياء بتضل ببالك دائما كعمر الشاب اللي عمره 16 سنة نعم الشخص اللي لازم يعطي قوة وطاقة ويلهم فريقه الإنسان اللي بسعى وبيعرف إنه الأمور ماشي كلها يعني هلأ يعني إحنا برحلة وهي الرحلة يعني تعرف بإيش يوم بيومه صحيح صحيح إيش بتقول لي أمره بقول لك صراحة أول إشي خاطر على بالي من الإشي اللي عم نحكي عليه هلأ هو درس أنا صار عندي بخبرة الشخصية يمكن كل واحد خبرته مختلفة اللي هو عن جد عن جد الآية عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هذا هو اللي صار معاي من يوم ما دخلت على هاي البلد إنه لو بتسألني هذا السؤال أول ما دخلت جوابي رح يكون جدا سلبي رح تشوف شخص مو شايف غير سواد قدامه لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم اللي صار معاي وجيت فيه لهون على هاي البلد هو أفضل إشي صار معاي من يوم ما أنا بلشت له الآن والشغلة الثانية الصراحة اللي هو الهدف لازم يكون موجود الهدف لازم يكون موجود حتى لو الموارد مش كلها موجودة حلو صدقا الهدف لازم يكون موجود والنية الصافية إنه أنا بدي أترك عشان عندي ثقة إنه أنا بقدر أعمل هاي الشغلة حتى لو كانت صغيرة بوجهة نظرك لقد دام سدقني سدقني رح تصير كتير كبير بوجهة نظر كل الناس حتى لو كانت الإشي فعلا سمبل وفعلاً بسيط ممكن عن جد أنت تكبر فيه وهذا هو الحمد لله يا رب الحمد لله الإشياء اللي عم بيصير معي هلأ إنه شرفت فيه وفعلاً اللي جاي أكبر أكيد اللي جاي أكبر عاموده اللي هو الثقة بالنفس إنه أنت تكون عن جد واثق إنك أنت قادر تعمل وتوصل لهذه الفترة فماذا تأسي؟ عمر قد أقول لك واحدة أشاب أتمنىها أتمنى اليوم زي ما أنت بتحب تلف العالم لما أكون نعم بلف العالم بسافر أي مكان وكل فريق براشوت 16 يلاقي محل أيوبي أو يطل مكان يعني هلأ فرحي تاكيك أنا رح أستك يعني أنا كل عن جد بقول لك بتمنى أن نعمل كمان حلقة بودكاست قريبة كتير كمان وهذا تقول لي غسان اسمع صحرت لك الجاي حلو الجاي حلو أكيد كتير طيب لو قلت لك أنه اليوم زي فيه ناس عم يسمعونا هدول الناس يسمعونا بالأردن وكل العالم العربي نعم إيش بتقدر تقدم يعني من وراء التجربة وتشربتك حقيقية أنت مرت فيها إيش بتحس إشي بتحب تقدموا للناس إذا أيحد أبدو بابك اليوم في البداية من الأشياء اللي كتير مهمة بسان اللي أنا شفت أنه فيها مشاكل في السوق العملي اختيار التخصص اختيار التخصص أنه من ظهر أنت ما بتكون عارف هذا التخصص لوين رح يوديك هو كل اللي بتأخذها أنك تقعد مع واحد مرأة مرأة بهذا التخصص بأكتر من مجال في المجال في السايت وفي المانجمنت وفي الإدارة وفي كذا فإختيار التخصص للناس اللي مقبلة على إختيار التخصص شيء جدا 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 مهم والشغل الثاني اللي هي يتعلم بفلوس غيره يعني نبلش نحن نتعلم بفلوس غيرنا كبداية نأخذ هاي الإكسبرينس ومن هون أنا كشخص أي شيء أنا بقدر أساعد فيه في مجال المطاعم أو في مجال الكوربرتز مكان النصيحة أو مكان البرينستورمين إنه نقعد بس نحكي عندك فكرة قبل ما تطبقها بس اسأل تعني تحدث لأنه خليني أحكي لك أنا أكتر عن التحديات اللي أنا واجهتها أو حتى في الكوربرت التحديات اللي أنا واجهتها أنا دايما بابي مفتوح بالعكس أنا بتمنى إنه دايما الشباب تآمن بحالها وتطلع من الإشي المريح اللي هو الكمفورت زون فعلا أنا دائما دائما جاهز للمساعدة بهذا الموضوع أطبع أنا رح لكل حدام اسمعنا اليوم وعن بشوفنا اليوم كل المواقع توصل الاجتماع الخاصة بعمر ومحلات حكومة موجودة بالوصف طريقة تواصل إيميل عمر برضو حيكون موجود بشجعكم أي حدا كل حدا عم تسمعوه ببودكاست باراشوت سكستين دقوا بابه بأي وقت أو دقوا بابه بأي وقت بأكد لكم بكل سرور ما صاح نفونه تميز يعني نياله يعني بادر أقولكم إياه إنه من قلبي بتمنى إنه كل ضيف من ضيوفنا تعرفوا عليه تحكوا معاه شوفوا هذا شيء عظيم كتير بآخر دقيقة عمر شو بتحب رسالة من قلبك لقلب أي حدا عم تسمعنا من قلبي لقلب أي حدا عم تسمعنا بقدر أحكي يمكن شغلة وختامها وختامها ميسك في خلال مسيرتك أنت بس بدك تحدد الجانب العملي غسان من حياتنا كتير بيأثر في حياتنا الشخصية الصراحة بغض النظر إذا أنت عم تشتغل في شركك عندك كرير باث واضح أو أنت عم تعمل الإشي اللي أنت بتحب تعمله الإشي اللي بتحب تعمله خمسة بالمئة بالعالم تقريبا من الناس اللي حظهم إنهم عم بيعملوه فلازم بس تحدد الطريق هل أنت بدك تأخذ هذا الطريق ولا هذا الطريق وتأخذ بعين الاعتبار أهم إشي لهو الوقت الوقت إنه ما يخلي ياخدك أكتر وكان نصيحة بسيطة من طرفي إنه نربط كمان الحالة الاجتماعية بالهدف يمكن هو إشي كتير بعيد عن بربطه أنا في بعض لكن أنت بس تكون في أول طريقك لو عارف النهاية بتقدر أنت تتحدد إمتى أنت بدك مثلا تتجوز وإمتى بدك تجيب أولاد وإمتى هاي المسؤوليات اللي ممكن تتعطل عليك هدفك الشخصي فهذا إشي جدا جدا مهم وآخر شغلي بقدر أفيدها وأحكي فيها إنه ما تطلع على فكرة ناجحة وتحاول تقلدها رح تقتل ذكائك باختصار تقدر أنت تعمل إشي والبلد هون عن جد فيها فرص للناس المتميزة وأي أحد عن بسمعنا بقدر يكون متميز بجانب معين وهذا الحكي عن جد من قلبي لقلبه وأي إشي أنا بقدر أدمه أنا موجود عمر أريد أقول لك شغلة إحنا كاتين بارشوت سكسين فخرين فيه كثير وفخرين بفريقك وفخرين بالحب اللي عم تأدمه أقول لك يا إن شاء الله يوما ما نقعدها نفس هاي الطاولة بواحد من فروعك بكل مكان إن شاء الله بالعالم وإن شاء الله دايما نسمع أخبارك الحلوة شكرا لكل حدا عم بسمعنا شكرا لكل حدا أخذ من وقته وأمر عندك شيء عندي أشيء آخر أشيء عن جد بدي أشكر غسان حلاوي مش بجامل هلأ بس فعلا أتمنى أنه نحن نقدر نستمد هاي الطاقة منك ومن فريقك كل الشباب اللي موجودين فريقك عن جد على الفرازي عن جد يعطيك العافية وأتمنى أنه بارشوت سكسين البودكاست هذا لازم يكمل يارب لازم يكمل يعطيكم ألف عافية شكرا كثير على كل شيء كل الشوكولاتين بارشوت سكسين موجودين اليوم عبدالله ورضا وزاما وكل التيم اللي عم يشتلع البروجيكت إن شاء الله دائما نفرح ونفرح بإنجازات بعض يا رب إلى اللقاء شكرا لوقتكم شكرا لك قريبة نستنونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة